موسيقى بعد فترة أبدى فيها رئيس الوزراء العراقي تحفظه الشديد بل امتعاضه من حملة الاستجوابات بحق عدد من وزرائه والتي أدت إلى قرار البرلمان بإقالة وزيري الدفاع والمالية يبدو أنه يبد مرونة أمام الوضع السياسي المتغير بإعلانه عزمه تقديم مرشحية الوزراء الشاغرة إلى البرلمان خلال الأسبوع الجديد العباد اتهم نوابا بمحاولة استغلال مناصبهم خدمة لمصالحهم الشخصية ودعا لتوحيد الخطاب السياسي تغيير في الموقف في مشهد مضطرب يأتي ربما بدافع من تجاذبات حزبية أو ضغوط مصلحية في ساحة كبيرة اسمها العراق معنا من بغداد كل من عضو مجلس النواب عن جبهة الإصلاح شعلان الكريم وعضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران نذكر أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم وستفسراتكم على تويتر وفيسبوك أهلا بكما سيد شعلان الكريم وسيد حسن توران أبدأ معك هذا الحوار سيد الكريم خلفيات خطوة العبادي وهل برأيك لها دوافع غير تلك المعلنة؟ عفوا ممكن يعني إعادة السؤال لو سمحت سألتك عن خلفيات خطوة العبادي بطبعا طرحه أسماء للوزرات الشاغرة نعم شكرا جزيلا لاستضافتكم وأرحب بالضيف الكريم وبالمشاهدين كذلك فيما يخص موضوع السيد العبادي بطرح الوزراء للوزارات الشاغرة هذا شيء أكيد يعني يتوجب على السيد العبادي بأن يكمل الكابينة الوزارية التي ينقصها ما يقارب الخمس وزارات تقريبا اليوم وهناك أيضا في الأيام القليلة القادمة أو الشهر القادم هناك استجوابات أيضا لوزراء ورؤساء هيئات مستقلة وكذلك لوكلاء الوزارات قام بها عدد من أعضاء مجلس النواب تعبر هذا الاستجواب يعبر عن رأيهم الشخصي ويتضامن معهم أعضاء مجلس النواب ممن يقتنعون بهذا الاستجواب أو غيره هذا التحرك السيد العبادي اليوم جاء نتيجة على خلفية عدة لقاءات عقدها مع عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل والتوجهات الاستبيان رأيهم حول الوزارات التي يود أن يطرح من يستوزر من المرشحين لهذه الوزارات أملنا أن السيد العبادي أن يذهب إلى التكنقراط وأن يبتعد عن المحاصصة الطائفية وأن يبتعد عن المحاصصة السياسية وأن يأتي بوزراء مستقلين ليس كالوزراء الذين أتى بهم قبل شهر من الآن تقريبا تبين أنهم غير مستقلين ولديهم امتدادات مع بعض الكتل السياسية وخاصة ضمن الكتل المنطوية مع التحالف الوطني سيد توران هل يمكن أن يستفيد العبادي من هذه الفرصة ويطرح أسماء تكنقراط كما كان يشير السيد شعلان الكريم مثل موعدة في بداية عهده الإصلاحي كما سماه شكرا جزيلا أنا أعتقد أن بقاء الوزارات شاغرة بدون وزير يؤثر على عمل الوزارة نفسها ويؤثر أيضا على قرارات مجلس الوزراء معظم القرارات التنفيذية المهمة يتخذها مجلس الوزراء مشاريع القانوانين يتم التصويت عليها في مجلس الوزراء بقاء هذه الوزارات شاغرة معناتها غياب التمثيل الحقيقي والتوازن الوطني في الكابينة الوزارية فنتمنى من رئيس الوزراء الإتيان بهذه الأسماء في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للبرلمان التصويت عليها ونأمل أن يكون هذا التصويت يوم غد أو يوم السبت على أبعد تقدير حتى ننتهي من هذا الملف المزعج حقيقة ونستكمل الكابينة الوزارية أما موضوع الشخصيات فأنا أيضا مع استيزار التكنو أقراط الذين خضعوا إلى اختبارات عديدة وكذلك في نفس الوقت عدم الإخلال بالتوازن الوطني لا يمكن أن تكون الكابينة نحن نتحدث عن تكنو أقراط من جانب ونتحدث أيضا عن التوازن الوطني التوازن الوطني يجب أن لا يفقد في الكابينة الوزارية يعني مع الأسف الشديد كنا نأمل في الجلسة الماضية حينما قدم السيد العبادي أربعة أسماء أن يكون من ضمنهم أحد المرشحين التركمان لشغل أحد الحقائب الوزارية كما وعدنا في جلسات واجتماعات سابقة بأن الكابينة الجديدة ستتضمن تشكيل تضمن التمثيل الوطني لكل المكونات العراقية اليوم مثلا سيدة فاضلة من الأخوة المسيحيين تتبوى وزارة الإسكان والإعمار والبلديات هذه خطوة جيدة ولكن أيضا تحقيقا للتوازن الوطني يجب أن يمثل التركمان كذلك ولا بس بالإتيان بشخصية تكنو أقراط لشغل أحد هذه المناصب نحن قدمنا أسماء ومن المؤمل للسيد العبادي أن يأتي بأحدهم المهم في هذه النقطة أنا أقول أن الموضوع هو عدم إبقاء هذه المناصب شاغرة أو أن تدار بالوكالة من قبل وزراء آخرين لأن الوزارة في العراق لها ثقل كبير ولها مسؤوليات ملقاة على عاتقها ومهام كثيرة فلا يمكن مثلا على سبيل المثال ونحن نستعد لخوض معارك مهمة تحرير محافظات مهمة كجزء من محافظة كاركوغل حويجة وتوابعها أو نتجه إلى تحرير محافظة نينوة والكابينة الوزارية ليس فيها لا وزير دفاع ولا وزير داخلية إن يبقى هذه الوزارات الحساسة الأمنية أنا أعتقد سلمة في الكابينة الوزارية ينبغي على السيد رئيس الوزارة تدارك الأمر والإتيان بشخصيات مقبولة من قبل أعظام مجلس النواب العراقي حتى نصوت عليهم ويستلمون مهامهم استعدادا لهذه المعارك المهمة التي العراق مقبل عليها في خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة سيد شعلان الكريم كيف تتوقع تعاطي البرلمان مع الأسماء الجديدة التي سيطرحها العبادي في ظل عدم التوافق السياسي تحت قبة البرلمان بالعكس هناك توافقات كثيرة جدا مثل ما أشار الأخ حسن توران مع احترامي للقبه السيد النائب هناك توافقات سياسية موجودة داخل قبة البرلمان خاصة فيما يخص الإصلاح فيما يخص موضوع التكنقراط فيما يخص موضوع القضاء على الفساد هناك توافق سياسي كبير جدا قلة قليلة هي من تنادي بالمحاصصة السياسية والمحاصصة الطائفية أو العرقية نحن نقف مع التكنقراط أين كان سواء أتى بشيعي أو بسني أو بتركماني أو بكردي أو من بقية المكونات ومذاهب وقوميات الشعب العراقي بحيث أن يكون هذا الوزير هذه الشخصية التي يأتي بها السيد العبادي شخصية محترمة شخصية مقبولة مشهود لها بالبنان مشهود لها بالنزاهة ليس كمثل الوزاراء السابقين الذين استثروا على المال العام وفسحوا المجال في وزاراتهم وفسحوا المجال لمدراء العامين وللوكلاء بالإثراء على المال العام وحرمان الشعب العراقي بكثير من الخدمات توقعي نحن مقبلين مثل ما أشار الأخ حسن توران نحن مقبلين على معارك لتحرير الموصل وجزء من الكاركوك وبقية المناطق في الأنبار وكذلك صلاح الدين بأنه سيصوت على وزير الدفاع وسيصوت على وزير الداخلية هناك تحفظ من كتلة معينة داخل مجلس النواب وهي كتلة بدر التي تصر على أن يكون مرشح وزير الداخلية من قبل كتلة بدر بينما كثير من أعضاء مجلس النواب وخاصة من جبهة الأصلاح وبقية يعني عدد لا بأس به كبير من أعضاء مجلس النواب يطالبون بأن تكون وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وزارتان مستقلتان بعيدة كل البعد عن التحزب وعن الطائفية وعن الاستحقاقات الكتلوية أو الجهوية بحيث أن يبنى جيش عراقي مستقل وتبنى قوة أمنية مستقلة للحفاظ على ما تبقى للحفاظ على الانتصارات التي حققها الجيش العراقي وكذلك الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى أرجو أن تبقى معنا سيد شعلان الكريم وأيضا أدعو السيد توران لمتابعة مشاركات مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع يوسف حول هذا الموضوع الذي نناقشه مع ضيفينا نعم فضيلة لدينا بعض يعني المشاركات من مشاهدين عبر تويتر ياسر حيدر يقول هنا يعني لا اتفاق على الحكومة ولا اتفاق على البرلمان والإرهاب من جهة أخرى كل هذه المشاكل تؤثر على السيادة العراقية على أراضيه كما هو حاصل الآن مع تركيا وقواتها المتوغلة في أراضي العراق حسين عمر يقول يبدو أن العبادي وجد نفسه في أزمة فراغ سياسي في العراق تهدد نظام الحكم الوزراء المقالين متى سيكون قرار العراق من العراقيين متى ستكف إيران عن العبث بأرض العراق سؤال من حسين عمر رؤى سليم تقول يجب الإسراع في هذا الأمر هناك أمور أهم من أسماء الوزراء والنواب هناك إرهاب يجب التخلص منه وهناك توغل تركي ينتهك الأراضي العراقية يجب التعامل معه أخيرا سامر بركات يقول المشكلة لا يمكن أن تحل بهذه الطريقة وهذه السرعة الفساد مستشري والإرهاب مستشري وإيران تستشري في العراق يجب الإتيان على هذه المشاكل واحدة تلوى الأخرى الأمر ليس محدود فقط بموضوع أسماء الوزراء أسماء الوزراء وهذا ما كان يشير له ضيفانا وبالتحديد سيد شعلان الكريم عودة إليك سيد توران المشكلة أيضا في قضية طرح أسماء وزرات لطبعا المناصب الشاغرة أنه قابل للزيادة كون البرلمان أعلن برنامجا قبل أكثر من أسبوع لاستجواب ثلاثة وزراء جدد كيف برأيك سيواجه العبادي هذا المأزق يعني الحقيقة الموضوع الاستجوابات من الأمور التي نص عليها الدستور العراقي والاستجواب هو حق أعطي للنائب بموجب المواد الدستورية وهناك في داخل البرلمان هناك وجهتان نظر متاباينتين حول موضوع الاستجوابات الأول يقول أننا نمضي مع الاستجواب إلى الأخير كما تمت إقالة وزيري الدفاع والمالية هناك أيضا أسماء أخرى تنتظر دورها في الاستجواب ويجب أن نمضي إلى الأخير في هذه القضية طالما هذا حق أعطي لنا في الدستور وهذا رأي محترم ومقدر وهناك رأي آخر يقول أن الحق هو موجود في الدستور نعم ولكن أيضا موضوع التوقيتات مهمة جدا وينبغي الأخذ بنظر الاعتبار أن الموضوع هناك تحديات كثيرة تواجه العراق يمكن إجمال هذه التحديات بتحديات ثلاثة التحدي الأول هو التحدي الأمني ووجود معركة حقيقية يخوضها العراقيون وربما نيابة عن كل العالم مع عصابات داعش التكفيرية ويحاول العراقيون تخليص كل أراضيهم من دنس هذه العصابات والتحدي الثاني هو تحدي اقتصادي في ظل تردي أسعار النفط واعتماد الموازنة مع الأسف الشديد وعدم إيجاد موارد إضافية الموازنة العراقية 95% وأكثر تعتمد على أسعار النفط المتدنية وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير والتحدي الثالث هو التحدي الإنساني في ظل وجود أكثر من 3.5 مليون نازح وهذا العدد مرشح للزيادة في حال بدء عمليات تحرير الحويجة وعمليات تحرير نينوى وهذا الرأي يقول ينبغي التريث قليلا لا أقول الإلغاء أقول التريث قليلا لحين حسم هذه الملفات لدينا أيضا ملف آخر مهم جدا لا يقل أهمية عن الملفات الثلاثة التي سبق وأن ذكرتها وهي تحديات ما بعد مرحلة داعش هناك هذه المرحلة مرحلة خطرة جدا تحقيق السلم الأمني في المجتمع تحقيق المصالح الوطنية الحقيقية بين أبناء المحافظة الواحدة بين المكونات الموجودة في المحافظة الواحدة والاتهامات المتبادلة بين هذه المكونات وبالتالي في ظل هذه التحديات جميعها ينبغي هذا الفريق الآخر يفكر أن تريث بموضوع الاستجوابات ونعطي فرصة أولا للسيد العبادي لاستكمال الكابينة الوزارية وتعويض الوزراء المقالين أو الذين قدموا استقالاتهم بطوع إرادتهم كما حدثت مع بعض الوزارات كالداخلية مثلا وهذا الرأي أيضا هو أن يعتقد هو رأي معتبر ينبغي إعطاء الفرصة للسيد العبادي لاستكمال الكابينة الوزارية والاستعداد لمرحلة التحرير الموصل ثم نستطيع بعد ذلك المضي قدما في موضوع الاستجوابات لأن الاستجوابات لا أحد يملك الحق في إيقافه هذا حق دستوري يعطي لكل نائب أن يستجوب من يشاء من الوزراء والمناصب الحساسة في الدولة ولكن أيضا التريث فيه وجهة نظر ومقبولة حسب شد نظري أنا شخصيا هل يمكن أن يتريث النواب في هذه الجزئية سيد شعلان فيما يخص الطرح اللي طرح الأخ حسن توران السيد النائب يعني رأي محترم آراء محترمة نكون لها كل الاحترام ولكن أريد أن أنوه على ما ذكره أمام التحديات الفساد اليوم المستشري في الوزارات وفي الحكومة العراقية وفي كل مفاصل الدولة العراقية لا يقل خطرا عن خطر داعش والإرهاب الذي يقاتل من أجله العراقيين اليوم هذه نقطة ثانيا إذا تم تأجيل الاستجوابات فالصفقات الفساد الصفقات المشبوهة سوف تمضي وتسرق موالي الشعب العراقي ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الأموال اليوم من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي ورفض المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي أنا من رأيي أنه هذه الاستجوابات لا تؤثر رأيي ورأيي كثير من الأخوة النواب لا تؤثر على سير المعركة وعلى الدفع باتجاه تطهير ما تبقى من العراق من دنس داعش الإرهابي أبدا نهائيا وخير دليل على ذلك اليوم خلوة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من وزرائها وتم تحرير مناطق كثيرة جدا برغم أنه لا يوجد وزير للداخلية ولا يوجد وزير للدفاع إضافة إلى أن هناك قائد عام للقوات المسلحة وهناك غرفة عمليات مشتركة موجودة يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة وهو يتحمل المسؤولية أولا وأخيرا لذا أنا ورأي بعض الأخوة في مجلس النواب ومن ضمنهم جبهة الإصلاح بأن نمضي بالاستجوابات وإيقاف وإيقاف الفساد المستشري شكرا في الحكومة العراقية وكذلك بس هذه العبارة تسلط الوزراء على مجلس النواب وعلى الوزارات بالكامل وتمرير الصفقات المشبوهة لخدمة للإرهاب شكرا جزيلا لك شعلان الكريم من بغداد وشكر أيضا لحسن توران من بغداد أيضا ترجمة نانسي قنقر